موسيقى السلام عليكم هنا مصر هنا البحر الأحمر وهنا السودان وهنا دولة جنوب السودان وهنا إريتريا وهنا إسيوبيا وهنا جيبوتي والصومال وكنيا وأغندا واليمن وهنا مضيق باب المندب وهنا خليج عدن وهنا جزء من السومال استقل وكون دولة أرض السومال ولكن العالم معظم ولا يعترف بدولتهم هنا القاهرة عاصمة مصر موجودة في شمال مصر وشمال القاهرة مباشرة بيتفرع نهر النيل لفرعين وجنوب مصر يوجد السد العالي وبحيرة ناصر وهنا الحدود بين مصر والسودان مصر طلها 1060 كيلو لكن السودان طلها 1350 كيلو والعاصمة الخارطوم موجودة في نص المسافة دي علشان تشوف كويس زود الإضاءة وشغل بكامل الشاشة وبجودة 720 ودوس لايك توجد حدود بين السودان وإريتريا وإسيوبيا ودولة جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد أما إسيوبيا فدولة حبيسة ولها حدود مع جيبوتي وإريتريا والسودان وجنوب السودان وكينيا ويوجد خط حدود طويل بين إسيوبيا والصومال والخط ده حصلت عليه حروب كتيرة ومات فيها ناس كتيرة واللي ما ماتش من الحرب فربما مات من المجاعات أو من التشرد أقصد إن الشعوب دي شبعان حروب ونزاعات ولما ما كانوش بيلقوا حرب مع الدولة الجارة ليهم فكان أهل البلد نفسهم بيتقتلوا في حروب أهلية هو كده القرن الإفريقي الأمطار اللي بتسقط على إسيوبيا بتزيد جدا في شهر يوليو ولكنها بتزيد أكتر كمان في شهر أغسطس اللي هو زروة موسم الأمطار أما في شهر سبتمبر فالأمطار بتكون كتيرة ولكن أقل من شهر يوليو الوحده وأقل طبعا من شهر أغسطس العاصمة الإسيوبية أديسة بابا موجودة في وسط الدولة الإسيوبية وإسيوبيا دولة مش صغيرة المسافة من حدودها الشمالية إلى حدودها الجنوبية بتساوي 1250 كيلو والمسافة من شرقها إلى غربها أكتر كمان إسيوبيا دي بيسموها سقف إفريقيا لأن مستوى ارتفاع معظم أراضيها أعلى من باقي البلاد الإفريقية الارتفاع الغالب هنا على الهضبة الإسيوبية هو 2500 متر و 3500 متر فمعظم أرض الدولة الإسيوبية هي هضبة الحبشة لكن الهضبة الكبيرة دي بيخترقها أخدود منخفض بيمتد من عند الجبوتي كده وحتى الحدود مع دولة كينيا الأخدود ده أو الفالق ده بيقسم الدولة الإسيوبية إلى جزئين جزء جنوبي شرقي ناحية الصومال وكينيا وجزء شمالي غربي ناحية إرتريا والسودان وجنوب السودان الجزء الجنوب الشرقي بتنزل عليه أمطار والأمطار دي جزء منها بيروح لأنهار تجري نحو الصومال زي نهري جوبا وشبيلي إحنا بقى كمصريين نهمنا في الدولة الإسيوبية الجزء الشمالي الغربي لأن هو ده اللي فيه بحير التانى العزبة وهي البداية والمنبع لنهر النيل الأزرق وهنا أيضا البداية لمنابع نهر السوباط وهنا البداية لمنابع نهر عطبرة آخر روافد النيل وهنا كمان العاصمة الإسيوبية أديسة بابا النيل الأزرق واخد مسار متلوي ومتعرج داخل الدولة الإسيوبية وهو بيبدأ من بحير التانى عند مدينة بحر دار وبيمشي النيل الأزرق في أرض إسيوبيا مسافة أكتر من 900 كيلو متر لو حسبناها بالتعرجات وبعدين بيعبر الحدود الإسيوبية السودانية ويواصل النيل الأزرق مساره ناحية الشمال الغربي داخل دولة السودان حتى يلتقي بالنيل الأبيض عند مدينة الخرطوم يعني النيل الأزرق بيمشي مسار طويل وسط الجبال في إسيوبيا والمسار ده هو اللي خلى النهر غني جدا بالمية لأنه النهر ده كان ممكن يمشي 250 كيلو في إسيوبيا وخلاص لكن بسبب تعرجاته وإنه بيروح وييجي شرقا وغربا فالنيل الأزرق بيكون عامل زي الوادي أش يعني طول ما هو ماشي عمال يلم في كمياتنا المية وكل الجزء الإسيوب من النيل الأزرق موجود في الجزء الشمال الغربي من إسيوبيا والثلاث أنهار الحبشية زي ما قلنا اللي بيغزوا نهر النيل نهر الصباط والنيل الأزرق ونهر عطبرة كلهم عبارة عن مسارات تتدحرك فيها المياه من هذه الهضبة العالية وجبالها وتنزل المية للسودان وتنزل الأنهار للسودان ثم تتجمع في مسار واحد ينزل من السودان ويوصل إلى مخزن عظيم اسمه بحيرة ناصر ولما تيجي إسيوبيا تبني سد عالي جدا على النيل الأزرق فكده الإسيوبيين بيعملوا مخزن ضخم كذلك على أراضيهم قبل الحدود مع السودان بمسافة 14 كيلو متر فقط ولكن الإسيوبيين مش هيقدروا يستفيدوا من المية المخزنة دي في الزراعة أو الشرب طب ليه؟ علشان الشعب الإسيوبي كله تقريبا عايش ومتشعبت فوق هضبة عالية ارتفاعها 2300 متر وبتوصل لـ 4000 متر فوق مستوى سطح البحر بينما المية اللي في بحير السد النهضة أعلى ارتفاع لها هو 640 متر وقاعدة السد نفسه على مجرى النيل الأزرق ارتفاعها 500 متر فبعد ما المية نزلت من فوق الهضاب والجبال بسبب الجاذبية الأرضية ووصلت لسد النهضة فأكيد مش هيخدوها ويرفعوها تاني وهم لو كانوا عاوزين البحيرة الضخمة دي تكون قرب أراضيهم العالية كانوا عملوا السد فوق في أعالي النهر في أعالي إسيوبيا لكن أراضيهم معظمها رضبة ومروية بمياه الأمطار الغزيرة والفيضانات وبتوجد كمان أنهار كثيرة في إسيوبيا فهم مش محتاجين لمياه سد النهضة في الزراعة ولو كانت إسيوبيا هتزرع أراضي عن طريق ميت بحيرة سد النهضة فهي ممكن فعلا تزرع بعض المساحات المحدودة الموجودة حول سد النهضة داخل حدودها في المناطق القريبة من السودان وخلي بالك أن معظم الأرض اللي حول بحيرة سد النهضة هي أرض أعلى من البحيرة طبعا وهي أرض مليانة تضاريس وعرة وصعبة وبشكل بديهي كده أنت لو عندك مخزن للمية فأنت هتقدر تزرع بيه الأراضي اللي مستواها بنفس مستوى المخزن ده أو الأراضي المنخفضة أكتر من المخزن ده طيب فين بقى الأراضي اللي ممكن تنزرع ويكون منسوبها أخفض من منسوب بحيرة سد النهضة فين هي الأراضي دي السهلة المنبسطة المستوية في معظمها هل موجودة شرق السد؟ لا طبعا ما هي المية جاية من الأعلى يعني من هنا من شرق ومن الجنوب وبتتدحرج للأخفض يعني هنا في السودان أولا عايزك تعرف الخريطة كويس السودان الشقيق هو دولة مكونة من ولايات زي أمريكا كده يعني ممكن نسميها الولايات المتحدة السودانية وربنا يزود وحدتهم ويحوش عنهم الحروب والصراعات النيل الأزرق بعد سد النهضة وبعد الحدود مع السودان بيدخل في ولاية سودانية اسمها ولاية النيل الأزرق ولاية النيل الأزرق دي عاصمتها مدينة الدمازين وفيها مدينة الروسيرس وده سد الروسيرس على النيل الأزرق مدينة الروسيرس موجودة بعد السد شرق النيل ومدينة الدمازين بعد السد غرب النيل يركز معايا في لون الأرض بتاعة ولاية النيل الأزرق الأرض لونها أخضر مش أصفر زي الولاية الشمالية في السودان ولا زي ولاية شمال سيناع في مصر وده معناه ان ولاية النيل الأزرق دي بتنزل عليها أمطار وفيرة وانه في أرضها مراعي وحشائش خضرة غنية وده طبيعي لأنها ولاية مدرية بامتياز وهي داخل أحزمة المطر الموسمية الحبشية وهي متطرفة جنوبا وقريبة جدا من أحزمة المطر الاستوائي في دولة جنوب السودان ودولة أغندا طيب هل الولاية دي فقط هي اللي فيها أمطار ومراعي خضرة وغبات وأراضي صالحة للزراعة في دولة السودان لا ده كل الأجزاء الجنوبية في دولة السودان هي مناطق مطيرة خصوصا في فصل الصيف المناطق دي لو لا الحروب والنزاعات والتمردات لكانت ستصبح كالجنة على الأرض بسبب جمال الطبيعة ووفرة الخيرات لكن احنا كلامنا دلوقتي عن ولاية النيل الأزرق لأن الولاية دي هي اللي ممكن تستفيد بشكل مباشر من مياه بحيرة سد النهضة الولاية دي فيها مساحة منبسطة ممتازة للزراعة مساحتها حوالي أربعة مليون فدان يعني نص المساحة اللي احنا بنزراحها في الوادي والدلتة مجتمعين ويمكن أكتر السودان مليان مساحات شاسعة غير مستغلة زي اللي انتوا شايفينها هنا دي واللي ممكن النهاردة تزراحها بميت بحيرة سد النهضة لأنه بعد ما كان منسوب النيل هنا هو 500 متر فقط الآن النيل تحول إلى بحيرة ضخمة والبحيرة دي منسوبها 640 متر في أسيوبيا ممكن ببساطة شديدة تعمل قناة تاخد المياه من البحيرة ويحفروا قنوات فرعية منتظمة ويروي بيها أراضي شاسعة في جنوب دولة السودان والأراضي اللي هنرويها دي ما كانش ينفع نرويها قبل سد النهضة من مياه النيل الأزرق لأن النيل الأزرق كان ارتفاعه هنا 500 متر فقط أو 520 أو 480 وكانت معظم أراضي الولاية أعلى منه لكن الآن مياه النهر ارتفعت جدا وتخزنت على ارتفاع 638 متر فانت ممكن بسهولة جدا تاخد منها وتروي أراضي ولاية النيل الأزرق الموجودة على ارتفاع 620 متر أو أقل وهي أراضي واسعة جدا وهتكون خيراتها كثيرة جدا طب ليه إسيوبيا بنوا سد السرج المكمل بارتفاع 50 متر لأنه في المنطقة دي الأرض منخفضة لمنسوب 600 متر وهو الإسيوبيا عاوز يرفع بحير السد النهضة لمستوى 640 متر عن طريق السد الرئيسي لكن المياه كانت هتوصل لمستوى 600 متر وتتضحرج ناحية السودان عن طريق المنطقة المنخفضة دي والنهر الصغير ده وترجع المياه لمجرى النيل الأزرق وكأنك يا بوزيد مغازيت قصدي يا بي أحمد ولو كان ارتفاع بحير السد النهضة توقف عند 600 متر فقط بدلا من 640 متر كان هيبقى حجم التخزين فيها 24 مليار متر مكعب فقط لكن علشان يوصلوا الحجم التخزين يساوي 74 مليار متر مكعب فكان لازم يحجزوا على المياه بالقوس الكبير ده اللي طوله حوالي 5 كيلو وارتفاعه 50 متر واسمه سد السرج المكمل لكن اللي يقولك ان السيوبيا عمل السد النهضة علشان تاخد المياه دي لنفسها والأرضها والزراعة والشرب فقوله لا كلامك مش صحيح السيوبيا كلها فوق والمياه دي تحت والسودان تحت أكتر وبحيرة ناصر تحت كمان أكتر وباقي مصر تحت أكتر والبحر المتوسط هو المصب وسطحه هو منسوب الصفر لكن احنا عندنا لما عملنا السد العالي عملناها في الجنوب في مصر العليا علشان تكون مياه بحيرة ناصر أعلى من كل الوادي والدلتة ونروي بيها الوادي والدلتة انشاء السدود يا جماعة والخزنات بيكله 3 أهداف السدود بتتعمل علشان تخزن المياه للشرب والزراعة وده مش حاصل في حالة سد النهضة بالنسبة لأسيوبيا لكنه حاصل في السد العالي بالنسبة لمصر وكمان السدود بتتعمل علشان تحمي البلاد من شر الفيضانات وشر الجفاف وده برضه مش حاصل في حالة أسيوبيا لكنه حاصل في حالة السد العالي السدود أيضا بتتعمل علشان ترفع المياه وتنزلها على توربينات فتوربينات تلف بسرعة كبيرة وتولد كهرباء وده حاصل في السد العالي وأسيوبيا بتسعى انها تحققه في سد النهضة لكن يبدو ان التوربينات الأسيوبية العملاقة هتاخد وقت طويل علشان تشتغل طبعا من التأثيرات السلبية لسد النهضة هو انه هيتم فقد حوالي 2 مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل الأزرق نتيجة البخر لأن خزنت المياه وفرجتها على مساحة واسعة في البحيرة وده ما كانش موجود وما كانش بيحصل قبل سد النهضة لكن للعلم بحيرة ناصر الموجودة في أسخن مكان على سطح الأرض بتبخر 10 مليار متر مكعب كل سنة حاليا انتهت إسيوبيا من بناء الممر الأوسط بارتفاع 640 متر وتم رفع مستوى البحيرة إلى 638 متر يعني البحيرة فيها 66 مليار متر مكعب وده منسوب بيسمح لإسيوبيا إنها تشغل كل التوربينات الثلاثة عملاقة اللي في السد الاتنين اللي تحت هنا والخمسة اللي هنا والستة اللي هنا وفاضل 2 متر ارتفاع لو إسيوبيا زودتهم كمان يبقى هيخزنوا 8 مليار متر مكعب إضافية وتوصل البحيرة المنسوب 640 متر يعني المستوى الممر الأوسط يعني الكمية 74 مليار متر مكعب ولكن مش هيحصل إنهم يرفعوا المياه للمنسوب الأعلى والأخير لأنهم بيعملوا كبري فوق الممر الأوسط ومش مطلوب إنه المياه تعدي حالياً فوق الممر الأوسط وهم مش عاوزين أصلاً إنه المياه تعلى لأقصى منسوب فممكن جداً وحضراتكم بتتفرجوا على الفيديو ده تكون إسيوبيا رجعت تفتح البوابات الجانبية مرة تانية لأنه هي دي هتكون هي الطريقة الجديدة والمعتمدة لمرور المياه إلى السودان ومصر بالإضافة لتشغيل التوربينات إسيوبيا فعلاً فتحت الممرات الجانبية أو البوابات الجانبية لمدة أربعة أيام في لقطة تاريخية بحضور رئيس الوزراء الإسيوبي أبي أحمد ومن الواضح إنه فريق التصوير والإخراج المكلف بتصوير سد النهضة هو فريق شاطر ومتميز وكده نقدر نقول إن إسيوبيا انتهت من الإنشاءات الخرسانية في سد النهضة وانتهت من سنوات الملء اللي عدت على خير نسبياً بسبب بحيرة ناصر وبسبب وفرة الأمطار في السنوات اللي فاتت وأكيد الإسيوبيين هيكونوا حرصين على المحافظة على جسم السد وسلامة أجزاؤه لأنه إنهيار السد هيعني خسارة مادية كبيرة جداً لإسيوبيا أما بالنسبة للسودان فإنهيار السد هيكون خسارة كل شيء ويتبقى إن إسيوبيا مثلاً تعرفنا بجدوى الربع السنوي لإدارة السد وتشغيله وإمتى هيفتحوا البوابات وإمتى هيقفلوها والمعلومات دي هتكون مهمة جداً جداً للسودان ولإدارة سد الروسيرس أكتر ما هي مهمة للمصريين وإدارة السد العالي وإحنا مش هنكره الخير لحد لو مش هيضرونا وهيشورونا في اللي جاي ولو سألتوني أنا شخصياً نفسك في إيه يا يوسف هقول لكم نفس نزيف الدم يقف في الوطن العربي كفاية الصراع بقى في السودان وكفاية حرب بقى في فلسطين واتمنى منتهى الاستقرار يحصل في سوريا واليمن ولبيا ولبنان ما أنت مش هتقدر تفكر في أي تنمية أو تفاوض مع أطراف تانية والحرب شغالة داخل أرضك يا سودان ونفسي كمان إنك تضغط لايك من فضلك اضغط لايك ربنا موجود وقادر على كل شيء شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة